التقى المستشار محمد عبدالوهاب رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدكتورة راشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومتدربي الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة داخل الفعاليات الدورة التدريبية اللي بتنظمها الهيئة العامة للاستثمار لأعضاء البرنامج لتعرفهم بجهود الهيئة العامة للاستثمار في جذب وتشجيع الاستثمارات وقال المستشار عبدالوهاب أن الهيئة بتولي اهتمام كبير بالاستثمار في العنصر البشري كونوا أحد مقاومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأكد أهمية الاهتمام بالتأهيل والتدريب الشخصي من خلال العمل على تنمية المهارات الشخصية والبحث دوما في المجالات المختلفة عن مجال التخصص من أجل زيادة المعرفة والاطلاع على المستجدات اليومية